خوارب الزعت الأخضر الكريسبي والمحشية الأطراف بالجبنة نكهة فعلا مختلفة لأول مرة به هالوصفة حختار إني أعملها بالتخمير البطيء بعد ما طلعت العجين من التلاجة حنقولها على صح نكون دافي أكتر لحتى ترجع تخمر بحرارة الغرفة ويتضاعف حجمها مثل هيك حلم العجين ونقطحها لإطاع حسب اختياركم اخترت إني أطحها لثلاث إطاع متساوية طبعا العجين حتكون بتلزق معكم ماتي لو أبدا فيكم تحطوا شوية زيت على إيدكم أو أطحين حفرد كل إطاعة بهذا الشكل طبعا أنا اخترت أنه أحشي إطاعتين والإطاعة الثالثة خليتها بدون حشوة حتى أورجيكم شكلهم كيف بيكون بالنهاية هون حشيت الأطراف بجبنة المزاريلا كمان حسكرها كتير منيح لكن الحشوة الداخلية للفطيرة حترت أنه تكون الجبنة النابلسية ليعطينا النكهة الغنية حط حبيت البركة وأدهن الأطراف زيت الزيتون وأدخلها على فرن لازم يكون محمى مسبقا هون رح تشوفوا قديش عن جد الصوت بجنن والفطاير خفيفة وطعمها بجنن طبعا بهالفطاير استخدمت الزعتر الأخضر الناشف لحتى أورجيكم منه بيعطيكم نتيجة مثالية جربوها كتير بتشهيوا عقلكم بالعافية ترجمة نانسي قنقر